بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سنتمنى لتيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة سنشكر الناس القدام مجداد وتنشكر الزوار اللي تكونوا عندي في القناة سنقول لهم تنتمنى أنكم تدخلوا عندي القناة وتابونوا عندي القناة الحمد لله بزرط الوصفات اللي غادي تنفعكم في الحياة ديلكم وكلها ربانية كلها وصفات رحمانية تنتمنى أنكم تشرفوني وتدخلوا عندي القناة وغادي تستفدو بزرط ان شاء الله أول حاجة غادي ندروه هي ناخدو كأس الماء غادي ناخدو كأس الماء وغادي نكون قبل من الجمعة بساعة قبل ما يأدن الأدن الجمعة ولو تكوني في العمل تديرها هذه الوصفة خاصة بالمراتب تكون عندك مرتبة عالية بين الناس وتكوني محبوبة ومقبولة لعند أي حاجة بغيتها عند الناس ولك تتقلبي على عمل ولك تي أنكي محتاجة المدير ديالك يلتافت لك ويعطيك مرتبة مزيانة الناس اللي ما عندهم مش قبول في العمل الناس اللي ما عندهم مش مرتبة في العمل الناس اللي عندهم أجر قليل في العمل والمدير ديالهم ما سيسولش فيهم هما عندهم ولو تيشتغلوا عندهم حد قليل يقدروا يكونوا مزيانين ولكن يقدروا ما يكونوش منافقين بعد الناس يكونوا يتملقوا المدير يكونوا يوصلوا يكونوا أما هاد الانسان اللي يكون طيب ديالتي يكون حد قليل الحمد لله والشكر لله هاد الوصفة غد نحطها على حساب باش انسان تكون عنده مرتبة عالية بينه وبين الناس وتكون عنده مرتبة يكون عنده قبول في العمل وفي نفس الوقت تكون عنده مرتبة ما بين الناس تكون عنده مرتبة مقبولة غادي ان شاء الله تبقى ساعة الجمعة وغادي ناخد واحد الكأس بحال هذا وغادي ان شاء الله غادي نقرأ فيه صورة الملك صورة الملك ولو تقرأها في البرتابل أو في الموبايل كما نقولو خوتنا الخليجيين يقولو الموباي وحنا نقولو البرتابل هنقرأ سورة الملك سورة الملك كاملة وغادي نقرأ مالك الملك مالك الملك مالك الملك مالك الملك مالك الملك غادي نقرأها مئة مرة مالك الملك مالك الملك مئة مرة وغادي دير الدعاء اي حاجة بغيتي اللهم بحقي سورة الملك وبحقي مالك الملك مالك الملك والله هذه من أسماء الله الحسنى وهي منذكورة في صورة الملك مالك الملك اللهم مالك الملك ملكني أموري ملكني عملي ملكني قبول ملكني بحال الولد اللي بغي العمل ملكني يا ربي بحقي صورة الملك أنتم ملكني عمل البنت اللي بغي الزواج هذه باش تكون عندك مطلب خاصك تقرأي هذه القراءة باش تكون مرتابتك عالية عن الناس وتكون مرتابة عالية تعند الله سبحانه وتعالى تكون مرتابتك عالية سبحان الله العظيم هذا ملك الملك سبحان الله العظيم تتحقق بها المطالب تتحقق بها الأمنيات سبحان الله العظيم نقرأ ونقرأ ونبعد القراءة نكون مضية مصليا نقانتنا الظهر بيثاعة ناس اللي ولو يكون في العمل ياخد كأس ويقرأ عليها صورة الملك قصيرة مالك الملك مالك الملك غادي يقرأها مئة مرة على كأس وينفت ويشرب ويدوز حط يده في الماء ويرش على وجهه شوية وعلى اليدين وعلى الصدر فقط وغادي يدوم عليها مدة أسبوع مدة أسبوع لأنه غادي يبدأ بيوم الجمعة بالتصبيح مالك الملك أن توهب لي عمل أو توهب لي رزق أو توهب لي زواج أو توهب لي مرتبة عالية بين العمال أو بين قبول رائع بإذن الله إذن حبابي في الله ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا ادرها هي سهلة مهلة ولكن عجيبة في جلب المطالب المهم دير الدعاء اللي بغيتي بإذن الله الواحد القهار غادي ربي يعطيك واحد القبول واحد الهباء واحد النصر واحد أي حاجة بغيتها غادي توصلي لها بإذن الله بحق مالك الملك يملككم الله أي حاجة بغيتها بحق صورة الملك ربي غادي ملككم قاع الأمور ديالكم اللي بغيته تنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ديروها صباح الجمعة تنتمنى لكم جمعة مباركة إن شاء الله وتكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر